هكذا بدأ الاحتفال بيوم الشباب العالمي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة على قاعة المسرح الوطني ببغداد بحضور جمع غفير من الشباب والعوائل ورياضي ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب الأوسمة الذهبية وشخصيات سياسية تقدمهم وزير الشباب والرياضة عبدالحسين عبطان ونائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أليزا جراندي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب جياثماوي كارا وزير الشباب وفي كلمة الله بيّن الأهمية والدورة الكبيرة الذي تمثله شريحة الشباب في العراق خاصة بعد تحرير الأراضي المختصبة وما للشباب من دور كبير في إعادة رسم خارطة المستقبل من جديد من بعد هذه الأيام من بعد تحرير الأراضي والحمد لله أن نتخذ من هذه السنوات القادمة سنوات للإعبار وسنوات للتقدم أو لحق بالدول التي سبقتنا في كل مجالات الحياة وأنا متأكد أننا إن شاء الله سنحقق بالكثير في القريب العاجل أنا فرحانة كبيرة وراح أخذ ذهبية وراح أشكرا حزيزة حمود شكرا حزيزة شاب وشكرا حزيزة النور الحفل شهد تقديم أغاني تراثية لفرق موسيقية بغدادية فضلا عن افتتاح معرضا لصور الفوتوغرافية ورسوم للوحات جميلة ونقوش يدوية سوفراء الأمم المتحدة في العراق بيّنوا أهمية انخراط الشباب بما يتعلق بالبناء والمصالحة بمرحلة ما بعد داعش مؤكدين عزمهم على دعمهم الكبير للشباب في المرحلة المقبلة في هذا العام قررت الأمم المتحدة أن تكرس اليوم لبناء السلام من الشباب ومنهم آلاف من الرجال والنساء الذين يعملون بلا هوادة في ظل ظروف صعبة وبدعم قليل جدا لأجل بناء السلام وتوسيع الرفاهية والازدهار وتواجدنا هنا لدعم الشباب العراقي تحيي الأمم المتحدة الانتصارات العظيمة التي حققتها القوات الأمنية في الموصل وأيضا نقف إجلالا للتضحيات التي قدمها أبناء العراق للوصول لهذه النتيجة وما يميز هذا العام هو السلام بين الشباب حثوا شركاء الدوليين على دعم الحكومة العراقية بمساعيها لتغيير واقع الشباب العراقي نحو الأفضل بجعله شريكا حقيقيا في عملية البناء المستقبلي هو الأمر الذي يبحث عنه كل هؤلاء الشباب المحتفين بيومهم العالمي كريب درويش الحرة بغداد